جهة أخرى أشهد سفير المملكة المتحدة لدى العراق ستيفن هتشنا بالمنتدى الخامس للسلام والأمن في الشرق الأوسط الذي تنظمه الجامعة الأمريكية في كردوسان بمدينة هتشناك دادنى منتدى ميبس يشكل منصة لمناقشة القضايا الحساسة في الشرق الأوسط وأنه يركز على سبل تحقيق مستقبل أفضل للمنطقة من خلال اغتنام الفرص الاستراتيجية وأكد السفير البريطاني لدى بغداد أهمية العلاقات التي تجمع بلاده بإقليم كردوسان مشددا في ذات الوقت على ضرورة حماية المصالح لبريطانية مع العراق وفي حديثه عن الجماعات المسلحة في العراق بيان هتشنا أنها تمثل تهديدا للدستور والقانون وتشكل تهديدا لقوات الدولة منوهن إلى أن امتلاك هذه الجماعات المزيدة من الأسلحة يحاولها إلى مشكلة ذات أبعاد دولية ترجمة نانسي قنقر